الدلو من امتى لامتى المفروض? الدلو المفروض من عشرين يناير لحد تمنتاشر فبراير. اوكي. في بيولود سعتاشر بس انا انا شايفة عشرين. عشرين حلو قوي عليهم يعني. سعتاشر بحسوا جدي جدي على دلو. يعني بس الدلو يعني بيبتدي من عشرين يناير. اوكي. اه الدلو بقى نبتدي الاول كرجل هو اولا ببرج هوائي. الابراج الهوائية دي ملهاش مسكة. ما تعرفيش تمسكيها خالص. يعني لو فاكرا ان انت ممكن انت سيطري عليه. لو فاكرا ان انت ممكن تتحكمي فيه تبقي غلطانة. هم. رجل الدلو لو ما تجوز في سنه صغير بيتأخر في الجواز. بيبقى بيبقى صعب بياخد قرار الارتباط. هم. يعني يا تغدي بدري بدري كده. يا اما صعب هيطول. هم. ليه? لان بيحب نفسه قوي بيحبه حريته جدا اه بيعني مش عايز اقول اناني بس هو بيحب نفسه بالزيادة. اوكي. بيحب رحته. بيحب حتى الفلوس اللي بتجيله بيحب او يصرف على نفسه. بيحب او يدل على نفسه. بيحب يعني ياكل احسن اكل يواطف احسن اماكن. اه. بيحب الفلوس. مش مش عشان اقول بقى مات دي ومش عايز ازعل الدلو بيننا. بس بيحب الفلوس عشان دي اللي بتعبر. مصدر سعادته. يعني مصدر سعادته اكتر حاجة الفلوس. مش عيب. او مش عيب. بالزيادة. بيحب السفر. اه اجتمعي جدا وكل الناس صحاب. اوكي. كل الناس صحابه بجدايو تقول اي مكان يسلم على كل الناس. اه. بس ملوش صاحب. يعني. مقرب. مقرب. اه. كل الناس صحابه. اه. لما بيكتائب اكتائبه صعب جدا. اه. يمكن يقعد لوحده بس اكتائبه صعب بس مش بيتطول. بيعرف يعني يجدد نفسه بيعرف ينسى. اوكي. اه. بيعرف يتجاوز. بيعرف يتجاوز. اه المشاكل بتاعته. قلبه ابيض جدا وبينسى بسرعة يعني. بينسى الاسية كمان. يعني حتى لو جرحتيه. عكس الجدس. لا وعكس العقرب. وعكس. لا. قولي يا مايا قولي ما خفيش. عكس العقرب. بس على فكرة انا بقولك العقرب عقلاني ده واقي. عقرب ايه العقلاني? امه. انت مش شايفة يا راح. مال? ده العقل كل ياره. او الله. انا جبت اللي ياره. ايه? كميل يا مايا. الارتباط بقى الدنه في الارتباط صعب جدا. هتتعلقي بيه لانه طبعا دمه خفيف جدا. بيعرف يلبس جدا وبيعرف يعني لبس وبر فانات وكده وبعدين دمه خفيف واجتماعي فبيجزب الست. بيعرف يجزب الستات. كلامه حلو. يعني عارفة فيه ناس ما بتعرفش يعني مسلا العقرب رجل العقرب. آآ جد شوية. يعني ما بيعرفش يجزب زي السرطان والدالو. لا بعد ايه بعد? معدو ما شرحتي البول. لا 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 بس بجد يعني له كاريزما جامدة جدا الدالو. فانا بنصح البنات ماتتعلقيش بيه اللي لو كان بجد ناوي على الجواز. اوكي. ليه لانه مو تردد في خطوة الجواز. فخلي بالك وانت بتقربي من الدالو. زي وبرده قلت من عيوب وقاله مش بيواجه. يعني ممكن قوي يختفي. يتبخر. ما يواجهش. ما يواجهش المشكلة او اللي بيحصل. اه. اوكي. فخلي بالك لانه هو له كده طبيعة خاصة. انا بس بنصح البنات. نصيحة بسيطة كده.